اشتركوا في القناة من المرتقب يبدأ منتقب جنوب افريقيا اليوم تداربه بمدينة سان بيدرو التي يقيم فيها وسود الاطلس منذ انطلاق نهائية القناة من اجل الاستئناس مبكرا بالاجواء العامة لهذه المدينة الساحلية وفي هذا الصياق قال هوجو بروس مدرب منتقب جنوب افريقيا ان الموجه المرتقب امام المنتقب المغربية ستكون جيدة لنا مؤكدا ان فريقه سبق له ان تغلب على المنتقب المغربي في اخر مواجهة لها وهذا لصالح جنوب افريقيا واضف بروس في تصريح للصحافة الجنوب افريقيا يصبح كل شيء ممكنا موضحا انه عندما تشهد نتائج باقي الفرق تقول ان الامر رائع مباراة المغرب ستكون جيدة كونهم يتوفرون على فريق جيدة واكد بان التركيب البشرية للمغرب قوية لكن هذا لا يعني ان جنوب افريقيا غير قادرة على تحقيق الفوز مثل ما حدث في اخر لقاءه فقد فوزنا عليهم بهدفين مقابل هدفه يشار الى ان المباراة المقرر اجراء اطوارها على ارضية ملعب لوران بوكو لا حسابة من نهائك ثمام افريقيا ستجرى يوم ثلاثاء القادم انطلاقا من الساعة التاسعة مساءنا نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء